اشتركوا في القناة الخارجية المباشرة وأشار معالي إلى أن الإطار العام للحوكم المالية في دول الخليج يهدف إلى تمكين التنوع الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي بما يتماشى مع الرؤى الاقتصادية للأسواق في جميع أنحاء المنطقة بما يسهم في تحقيق الابتكار الاقتصادي وجد بالمزيد من الاستثمارات الخارجية جاء ذلك خلال مشاركة معالي في جلسة حوارية بعنوان توجيه التعافي الاقتصادي والنمو ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي عقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وشارك في الجلسة كل من معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية ومعالي السيدة سيري مولياني وزيرة المالية في جمهورية أندونيسيا ومعالي السيد بنكاج جاداي وزير الدولة للمالية في جمهورية الهند كما استعرض معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني مسار التنوع الاقتصادي الخاص بمملكة البحرين مبينا معاليه أهمية التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الخدمات المالية والنفط والغاز والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات اللوجستية والتصنيع إلى جانب تبني سياسة التحفيز الاقتصادي عن طريق البحث والتطوير وعبر توفير فرص العمل والتدريب والاعتماد على الكوادر الوطنية الشابة مضيفا معاليه أن الحكومة ومن خلال برنامج التوازن المالي أصبح لديها القدرة على التحكم في النفقات وإيجاد علاقة متوازنة وإيجابية بين نمو القطاع غير النبطي مع السياسات المالية يذكر أن مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك يعقد برعاية معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية تحت شعار نرسم المستقبل لاقتصاد مستدام وآمن معزز ويجمع المؤتمر أكثر من خمسة ألاف مشارك من الخبراء وصنع القرار والقادة من مختلف أنحاء العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر